دكتور يعتقل اختطط ليزجبي في ملف الخبراء الذين خابروا المخزن يعرفون القصد الذي يريد أن يمس الرأس مال الرمزي لجماعة العدل والإحسان إن جماعة العدل والإحسان أرادت لهذه الأمة وأرادت لهذا الشعب العزة والكرامة والتعددة والسعادة في الدنيا والآخرة اعتقال الدكتور مستفرق لم يكن اعتقالا لشخص بل هو اعتقال لحرية الرأي للرأي الشريف هو اعتقال للكلمة الحرة في هذا البلد الذي يتبجح بالحريات ويتبجح بحقوق الإنسان كهذه الجماعة أبت رغم المساومات أبت رغم الإقراعات أن تطعب أرسها وأن تتوجها لغير الحاكمين الحقيقيين في هذا البلد وتقول لهم أنتم المسؤولون عن المأساة هذا الشعب أنتم المسؤولون عن الفساد المستجر في هذا الشعب أنتم المسؤولون عن الضلم أنتم المسؤولون عن التفقير أنتم المسؤولون عن التجويع هذه الأساليب الدانية المخزنية لن تنال منها سبب أبداً رغم ما تمكرون فنحن على الضرب سائرون ولن تتنينا مثل هذه الأفعال الماكرة الدانية الخصيصة فنحن مع جماعة العدو الإحسان إلى أن يأخذ الله تعالى آخرة نفس فينا هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الانحصان والانغلاف والفشل الذي تعيشه المخزن ويعيشه أتباع المخزن إن الرهان على كسر إرادتنا لن يكون أبداً لماذا؟ لأن تعلق أن الله يعز وجل هو الضامن والناصر ما إنه أيها الإخوة وليخسأ الأنداء للذين يراهنون على كسر إرادتنا لأننا بكسر أيضاً اشتركوا في القناة